ده ده هو أصعب سؤال في الكون خدوا بالكم ده أصعب سؤال في الكون أصعب سؤال في الكون من خلق الخالق هنقول إن السؤال لا صح والسؤال بدعي بس برضو عندنا إجابة إيه هي الإجابة إن أصلا الله سبحانه هو الخالق فكيف تقول من خلق الخالق يبقى أنت كده لسه لم تصل إلى الخالق لأن الخالق لا يخلق الخالق لا يخلق وإلا أعتبرته مخلوق يعني اللحظة لنا بقول من خلق الخالق يبقى كده هو مش خالق هو مخلوق وانت لسه لم تصل إلى من هو الخالق فأتخيل انت كده لو قلنا من هو الخالق فقلنا سين مان خلق سين؟ صاد مان خلق صاد؟ عين مش عني خلص بقى انت كده يبقى انت كده في حالة من الإيه؟ انفينיתי انت تفضل في حالة بقى إيه متكررة دائمة لا لا نهاية لا لا بنقول يبقى أنت كده لسه لم تصل إلى الله لكن أنا كمسلم بقول الله الإله الرب الذي في السماء على العرش يستاوي دائماني فاللحظة اللي أنا أكردت فيها أن الله هو الخالق ما ينفعش قول من خلق الخالق سؤال غلط لأن كده عتبارت الخالق مخروك يبقى أنا السلام أصل إلى الخالق لما وصلت إلى الخالق ووصلت إلى الخالق الخالق دلني على صفاته فقال سبحانه وتعالى في سورة الإخلاص قل هو الله وأحد الله الصمد لم يلب ولم يولم ولم يكن له كف ولا أحد الله سبحانه وتعالى دلنا على نفسه ما أنا مش عارف ورب رو صحادة تدلنا على نفسه عش كده أعظم آية في جتاب الله قال لي في سورة البقرة في إيه آية الكرسي الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ليه بقى أعظم آية لأنها دلت على صفات الله أنا مش عارف هو أنا إلهي بيموت في غيري قال إن إله بيموت وبعد ثلاث أربعة أيام بعد ثلاث أيام رجع العرش من السماء أنا بقى ديني بيقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم